أكد الرئيس عبدالفتح السيسي حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وخلال استقباله ليوزي جانج رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بالمجموعة أشهد رئيس السيسي بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية معاربا عن التهنئة للرئيس شي جينج بنج بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة جديدة وأشهر متحدث الرئاسة إلى أن رئيس السيسي نوها خلال اللقاء إلى ما تكنه مصر قيادة وشعبا من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التي تحقق تقدما تنمويا مطردا ومكانة مهمة على المستوى الدولي من جانبه أكد رئيس الشركة الصينية أن دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلات المقبلة تأتي في إطار علاقات الصدقة العميقة بين البلدين والقيادتين وشعبين وكذلك في ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصنعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية مما أتاح فرصا استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل كما أشار رئيس الشركة الصينية إلى التحسن الملموس الذي ترأى على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات والمدن الجديدة والموانئ البحرية وفي مجالات محطات تحليات ومعالجة المياه والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة موضحا أن المجموعة الصينية تعتزم أقامة مشروع ضخم لإنتاج الهايدروجين الأقدر في مصر باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليار دولار في ضوء ما تتمتع به مصر من مقاومات كبيرة في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر